حدثنا عباد بن العوامي عن هلال يعني ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطرب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد أن أحج فأشترت قال نعم قالت فكيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني حثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثني ابن مبارك عن أسامة بن زيد وعلي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد عن الفضلي بن الفضلي عن عبد الرحمن الأعراجي عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بأنها ذبحت في بيتها شاة فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطعمينا من شاتكم فقالت للرسول والله ما بقي عندنا إلا الرقابة وإني أستحي أن أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقابة فرجع الرسول فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إرجع إليها فقل لها أرسل بها فإنها هادية وأقرب الشات إلى الخير وأبعدها من الأذى